هذا وأعرب حجاج مملكة البحرين عن استحسانهم الكبير لما لاقوه من اهتمام كبير من قبل حملات الحج والدور الكبير الذي قامت به بعثة مملكة البحرين الحج في تنظيم عمل هذه الحملات وتنسيق جهودها للوصول إلى أعلى درجة الراحة كما أثناء الحجاج على سلامة وسلاسة إجراءات التنقل والسفر عبر مختلف منافذ مملكة البحرين حتى وصولهم إلى الديار المقدسة كل الشكر إلى قيادتنا الرشيدة على تسخيرها كل طاقاتها ومكانياتها وعلاقاتها بمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى والذي هو ليس ببعيد وليس بغريب على أن نكون بهذه الأمور الاستيابية ونحن رأينا مطار البحرين هي أتقاعة خاصة إلى الحجيج والمملكة لم نرى في أي أمور تعقيد كله هناك تسهيل في المهام وإن شاء الله أن يكون هذا الموسم من أنجح المواسم والعلامات واضحة بدوري أشكر بعثة البحرين لاهتمامها وحرصها على هذه الزيارات الداعمة لنا معنويا ونحن إن شاء الله نقوم بأفضل خدمة إلى الحجاج طبعا البعثة ما قصرت من البحرين في إياننا في جميع الأمور من حيث إصدار التصاريح من حيث خدمات يعني من الألف إلى الياء يعجز اللسان صراحة في هذه المناسبة وهذه فرصة أن نقدم شكرنا إلى كل الأجهزة في مملكة البحرين من الحملة إلى بعثة الحاج إلى وزارة العج في تنظيمهم الميسر للحجاج بحيث أننا لم نشعرنا بأننا في مسؤولية نسويها في البحرين يعني شعور يعني شعور يعني جدا بالامتنان لأن الله وفقنا وسهل أمورنا وصلنا لهاي مدينة الرسول لأولى خطواتنا إلى الحج لهذا الموسم التسهيلات كانت جدا ممتازة خاصة بأثة البحرين والإجراءات اللي اتخذوها والحملة جدا ممتازة يعني كانت الأمور جدا سهلة في التشجيل ووصولنا إلى المدينة وبعدين إلى الفندق فالأمور كلها طيبة الحمد لله شعورنا جدا سعيدين الحمد لله وتواجدنا في المدينة إن شاء الله رايحين إلى بيت الله الحرام إن شاء الله مكة إن شاء الله فدائما أشوف فيه تطورات في المملكة العربية السعودية يعني التسهيلات في الأمور اللي قادة تصير والأشخاص والناس والحكومة ككل يعني متساهلين جدا في الأمور يعني إذا أنت مسجل وواصل مع حملة الأمور جدا سهلة يعني الحمد لله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر